بسم الله زملاء والزميلات السلام عليكم ورحمة الله بداية العمل على الموديول التعليمي اول حاجة في الرئيسية لو خلنا الانجليزي برضه شنبه احنا عارفين شغلين ازاي في الماسترز وبعد كده يتفرع منه الكورس يتفرع منه الطوبيكس نرجع للعربي يبقى اول حاجة البرنامج اللي عندي والبرنامج يتفرع منه مقررات تعليمية مقررات تعليمية فيها مواضيع فلو شفنا البرامج عندي كمدرسة فانا عندي عندي الصف التالت السنوي عربي لغات ماذا الترتيب طبعا انا بقدر اجيبينها مسهولة اقدر اجيب السنة اللي انا عايزها زي ما احنا ما عارفين يعني لو سنة التالتة بيجيب لي تالتة باختار الفصل ليه انا اعملت تفصيلة كده لو ربطنا رجعنا التعليم حلاقي اني لما الطالب بيعمل لو انا عندي الانلاين والطالب بيقدم الحاجة الوحيدة اللي بيسألني عليها بيسألني البرنامج فلازم يكون انا محدد جيد لازم يكون انا عارف السنة الدراسية بتاعت الطالب ايه بالتفصيل سواء لغات او عربي او في حاجات عشان كده انا حطيت بالتفصيل هنا الموضوع لما عملت البرنامج حطيت بهذا الشكل طيب البعض كده المنهج التعليمي المقرر التعليمي عندي اللغات الرئيسية عندي لغة عربية لغة انجليزية احياء لغة فرنسية يعني المواد الرئيسية ليه بيتفرع بعد كده منها الطوبيكس الفرعي في الموضوعات او الطوبيكس كتبت ايه طريبا اين اعمل بعندي الادب والبلاغة والقصة جيد دي تأسيمة بدأت احطها خلينا نشوف التفاصيل دي لما انما ده دي اللغة العربية دي ايه هتبقى بيت تأسيمات اللغة العربية وحطيت عشان اعرف دي مربوطة بايه يعني كتبت الجي جي ليه الجريت اتنعشر ايه احنا انا في الاختصارات فخليت ده يعني ده تالتة سنوى اا تالتة سنوى عربي الانجليش خليتها ايه يعني ده جي 11 ايه ده سنة تانية اا سنوي اا انجليش جيت دي كده الجزئية الخاصة اا بالماستر او الرئيسي جزئي بعد كده القاعد بقى او الرومز اللي بقسم مباني بقسم المدرسة انا وانا عندي اكتر من المبنى بقسم المباني وبعد كده اندقى بيلدينج وان اا فلور وان اا والروم رقم 3 يمكن اقصد ده المبنى واحد الدور رقم واحد والغرفة رقم 3 جيت اقدر هنا اخلي ده اسم القاعد ورقم القاعد زي ما انا عايز بكون نخلي الرقم ده وبحدد في عدد مقاعد مفروض تبقى ده تمام ده كده الجزئية الخاصة بالرئيسي ان شاء الله المرة الجاية يكون معنا هناخد الجزئية ده المجستير المحتوى او اللغة الانجليش الكونتينت ماسترز شكرا لكم اشتركوا في القناة